الحمد لله احنا دلوقتي بقلنا داخلين 4-5 يم تجمعين المؤسكر كله ماشي كويس جدا كل اللي عيبها مبكزة بالجهاز الفني فإن شاوي بيجرد من هنا تعليمات خلاص البطولة قرابت فلازم ننفذ التعليمات دير وإن شاء الله نكون عند حصن نظن المؤسكر ماشي كويس جدا وفي عندنا موكشين إن شاء الله برضي ويتبقى اخر تجربة زي ما ان شاء قلت قبل أجل الأدبريات ونحاول إن شاء الله اللي نعمل موكشين كويسين زي ما عودنا جايماً بجمهور اللي هو بيبقى المسطنين اللي إحنا بنقدم حاجة كويسة فإن شاء الله نحاول برضو نقدم لهم حاجة كويسة الفترة اللي جاي لا طبعاً لو أنا ولتلك اللي ما عميش حد بيفكر في القايمة الناس كلها بيتفكر في القايمة بس كله بيفكر بتركيز كل واحد بيعمل المية في المية بتاعته عايز يبانوا قدام الجهاز وزي ما كانت إن شاء الله اللي نعلن اتمرانه ومساعد بيحصل أصلاً صدف أنت متعرفش ممكن يبقى في 18 ما قدر الله حد يحصل له حاجة ناس سانية تكفل فأنا شايف أن كله أكيد بيفكر في القايمة بس بروح كويسة وروح إيجابية تفيد المنتخب كله بيتمرم كويس عايز يبقى متواجد عايز يبقى يشارك معنا فأكيد ده طبيعي جداً بس زي ما قلت في الأولى في الآخر كله لازم يفكر اللي هو نفسه يروح لأولمبياد بس في الأولى في الآخر بتبقى نصيب وكبت إن شاء الله هيختار زي ما قلت في 18 لعيب وأربعة برة فإن شاء الله كل واحد يطلع المائة في المائة وإن شاء الله يبقى ربنا يكلم إن شاء الله مجموعة كوية جداً بس تعريباً لو إحنا كنا تحطين فإن مجموعة كنا برد أن أقول لها مجموعة كوية جداً بس خلاص يعني بقى أمر واقع إن إحنا إن شاء الله الناس استنيت من المنتخب ده حاجة معينة فإن شاء الله نحاول نحاول نحاقها وأنا أقصى حاجة عن زمان مش عايزينه نعمل تمثيل مشرف ما بحبش الكلمة دي بس اللي إحنا نقدر نعمله اللي إحنا في كل ماتش نجعب ومحدش يأثر بنوة تعرق وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونصل لأبعض موقع إن شاء الله